ايه اهم العوامل اللي بتأثر في ان الولود سواء ولد او بنت يكون بالوزن القياسي ده او الوزن المثالي ده اول هذه العوامل هو جودة التغذية الخاصة بالام خلال فترة الحمل وانا هنا بقول الجودة والجودة مش معناها زيادة كمية الاكل يعني ايه الجودة؟ يعني ان الام تكون بتحصل على كل ما يتطلبه جسمها وجسم الجنين او اللي هو اللي في مرحلة نموه ده كل العناصر الضرورية مش بالكمية المسألة مش بالكم ولكن بالكيف يعني تكون الام بتحصل على البروتينات والدهون والمواد النشوية والفيتامينات والمعادن وبتشرب مياه كويس وهكذا خلاص هنا الحالة دي احنا بنسميها في الطب جودة التغذية خلاص الجودة دي بتنعكس على وزن المولود وقت الولادة تمام؟ ده كان اول عامل يخلي وزن المولود سواء ولد او بنت وقت الولادة يكون وزن مثالي طيب ايه تاني عامل؟ العامل التاني هو عدم اصابة الام بامراض معينة خلال فترة الحمل وكتير قوي من الامهات بيعدي عليهم الحمل من غير امراض وكتير من الامهات بيعدي عليهم الحمل ويصابوا ببعض الامراض بعض هذه الامراض بيكون امراض خفيفة وبعض الامراض بتكون امراض لقدر الله بتكون امراض خطيرة لكن فيما يخص موضوع وزن المولود عند الولادة على رأس الامراض اللي بنتكلم عنها هو ان تكون الام غير مصابة بما يعرف بسكر الحمل يعني ايه سكر الحمل؟ يعني الام تكون دخلة فترة الحمل بداية الحمل ما عندهاش سكر ما عندهاش مشكلة في مستوى حرق السكر في الجسم ولكن يجي لها السكر ده خلال الحمل وبالمناسبة الحالة دي بتتعالج وبتختفي على طول بعد ما الولادة بتحصل عشان بس الناس ما تقلقش يعني طيب ليه سكر الحمل بالذات هو اللي اختصناه وهو اللي اتكلمت عنه فيما يخص موضوع الوزن لان الاصابة بسكر الحمل اصابة الام بسكر الحمل بتنعكس بشكل مباشر على الجنين ليه بتؤدي الى زيادة حجم المولود وقت الولادة يبقى هنا بقى المولود ينزل بزيادة في الوزن وليس نقصان ولكنها زيادة قد تكون مقلقة وقد تكون مش كل زيادة حلوة في الطب عشان تبقوا عارفين يعني لما بنقول ان الاوزان بشكل عام بتاعت الاطفال الوزن المفروض يبقى كذا او المتوسط بتاعه كذا فلو لقيتوا ان الوزن زايد ما تفرحوش لان الوزن الزايد لو ما شكله بالضبط زي الوزن النقص خلاص كده فيه ناس بتعتبر يقولك لا ده وزنه اكتر بكتير من اللي قاله الدكتور ما نقولش بقى عشان العين وعشان الحسد لا ده لازم نعرف ايه سبب زيادة الوزن ده خلاص لانه ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء بمقدار فلما بنتكلم عن الوزن بنقول فيه رنج بنقول فيه متوسط الوزن بيكون من كذا لكذا الشهر الاول شهر الغايد شهر الثالث شهر السادس شهر وهكذا الزيادات الكبيرة في الوزن خطر زي بالضبط نقص الوزن طيب يبقى اتكلمنا عن اول عامل يأثر في وزن المولود وقت الولادة وقلنا جودة التغذية الخاصة بالام خلال فترة الحمل واتكلمنا عن تاني عامل وقلنا اصابة الام دي لقدر الله ببعض الامراض واختصينا من هذه الامراض سكر الحمل طيب فيه حاجة تانية طبعا العامل التالت وهو الاهم اللي انا قلته بقى في بداية كلامي وهي فترة الحمل ان الطفل يكون عدة عليه فترة حمل لا تقل عن 40 اسبوع ليه؟ لان كل ما اسابيع الحمل الاربعين دول يقلوا يعني لو بقوا 38 لو بقوا 36 لو بقوا 34 لو بقوا 30 ده على طول بيتناسب مع ان الوزن يقل وزن المولود فهمته قصدي؟ فيبقى الطفل اللي تولد بعد فترة حمل 40 اسبوع او 10 اشهر قمرية والشهر في الطب عندنا غريب جدا مش زي الاشهر العادية كل الشهر عندنا 28 يوم تمام؟ عشان كده فترة الحمل هي 280 يوم احنا بنسميها 10 اشهر قمرية او 40 اسبوع اذا يعني اذا بنكلم بقى بالزبط تمام؟